الله معك يا بيت صامت بالجنوب من تحت سقفك على الوفارة ببيتنا مش كتير عليك ترخص لك قلوب وما بندشرك يا بيتنا حرفياً طبقت الحجة أديبة فنش ما جاء فيما غنته لم تترك منزلها طيلة فترة الحرب رغم أنها تعيش في بلدة الظهيرة الحدودية التي كانت تقصف يومياً بس يطلع الواحد من بيته وخلص تهجر ما حد يسأل عنه خلال هالفترة القصف كان كل يوم تقريباً على المنطقة هون أنت ما كنت تخافي؟ لا والله ما بخاف وحيات الله بطلع على الحفة هاي بطلع على الكراج معي تلفون بصور وببعث لولاده كيفي؟ من الساعة سبعة المغرب للسبعة الصبح وهني يكسفوا فصفورة بدنا نطلع ما شفنا قدام منها الدنيا سودة سودة بروحها المتفائلة والمرحة وقوة صمودها التي سقلتها في 65 عاماً من عمرها شهدت عدد حروب تقضي الحجة أديبة أوقاتها مع عائلتها الكبيرة تغني وتتصفح وسائل التواصل الاجتماعي بننام كل ما سوا هون نعمل أرقيلة ونقعد يأرقلون هني وأني على الفاسبوك وبنخبز نعجن ونخبز ونطبخ تأخذنا إلى داخل منزلها تتأمل تفاصيله يومياً لتخزينه في ذاكراتها في حال طاله القصف الإسرائيلي غرفة خارجية يدخلونها كملجأ عندما يشتد القصف مع أبنائها الستة والعشرين حفيداً الذين ورثوا ابتسامتها وقوتها وصمودها ناهد يوسف من الحدود اللبنانية الجنوبية